سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك في بطولة العالم للشطرنج العشوائي هذا النوع من الشطرنج ترتيبة القطع فيه مختلفة عن الترتيبة المعتادة يزعمون أن هناك 960 ترتيبة لهذه القطع اتفقنا في هذه السلسلة أننا ما نجيبش تعادلات يبيض يسود يمكسب يخسارة 8 لعبين يحاولون الحصول على لقب بطل العالم للشطرنج العشوائي آخر واحد حصل على هذا اللقب كان مستر ويسلي سو والذي يلعب في المجموعة الأولى أصلهما مجموعتين مقسمين 8 لعبة مجموعتين مجموعة فيها ويسلي سو ويان نبومنشي وعبدو ستاروف واحد كمان مش مشهور اسمه ستاين ومجموعة فيها ناكامورا وماجنس كارلسون وفيديو سايف وبلوبوم ماثيس بلوبوم مش مشهور قوي برضو وتعالوا نشوف اللي حصل في اليوم الثاني في الجولة رقم ثلاثة عبدو ستاروف يقابل ستاين اللي دايما اعتدنا عليه متعاون في الجولة الثانية والأولى ضد خصومه عبدو ستاروف في هذا الشكل يفكر ويقول اه في تبييت اه في تبييت يا ام تبييت اه اسمها قصير بس انت بتروح بالملك لحد هنا وتحط الرخ جنبه على فكرة وهنشوفها في احد مباريات النهاردة او تحرك الرخ دي وتجيب الرخ دي مكان دي فابق اسمك بيته طويل ايه رأيك في الكلام ده؟ اوكي عبدو ستاروف يلعب بدأ في الوسط ستاين يلعب بدأ في الوسط حصان يخرج اف سيكس ناوي يلعب اي فايف في اللحظة المناسبة يبقى عنده بدأين في الوسط اف ثري انا كمان ناوي اعمل كده نايت بي سيكس يكمل انتشار نايت بي ثري مفيش مشكلة وهنا اي سيكس تلعبت وتخيل يا مؤمن ماذا يقول الانجين في هذا الشكل كافضل نقلة الانجين بيقول فكك من تبييت وجع القلب ده رح هنا وحاول تحضر لهذه النقلات لكن دايما الانسان البشر اللي زينا بيحاول يدور او يوصل في الرؤعة على ما يعرفه من اشكال يحاول يجيب اللي هو عارفه الشكل اللي هو عارفه فطبيعي جدا هيحاول يبيت ويحط الملك في البي وان في الامان وكده يعني بدأ في الوسط دي الفكرة اللي كنت بلعب عليها ولعبتها خلاص نايت جي سيكس بيشيب دي تو ولعب عليها بيشيب دي سيكس خد بالك ان بيشيب دي سيكس عايزة مثلا تكسر امتياز الفلين ولكن عبدالستارو في اللحظة المناسبة يأكل بيدأ في بيدأ علشان تحافظ على تعادلية الشكل كاسود لازم انت كمان تأكل بالبيدأ تخلي الحصان يوصل للمرضع ده في اللحظة المناسبة لو كنت بالمنظر ده ممكن الحصان يخش ينتش منك امتياز الفلين ممكن اديك واحدة سيفور يعني بس مش دلوقتي بس موجودة برضو لكن طبيعي جدا ان افضل نقلة تكون اني اكل بالبيدأ ولكن اضعاف النقلة السابقة البيدأ لما تحرك اضعف هذا المربع هات امتياز الفلين لو جيت وقفت في وشي وقلت مفيش مانع خد الفيل بس بفيل فانت شفت برد تقييم سرخ ازاي انت اضعفت المربع ده بعد من حصان اتحرك تكش وباخد وزيرك وبالتالي عمليا ماينفعش بقى ارجع بالفيل عمليا لو سمحت انا هكش بخصامي وارجع في الوسط وغصب عنك هاخد منك امتياز الفلين تاني الفيل مبيتحركش جميل قوي انك تشوف الافكار اللي لعيبة الشطرنجي بيفكره فيها بدون ما يتكلمه الكلام شارح نفسه كل واحد بيدور على تفوق والتاني يقول له لا طبعا انا هاخد منك التفوق وفعلا هذا اللي حصل والشكل مازال يعني مقبول جدا بيت فعلا الملك مكانه لكن الرخ تزحلقت وصل على مربع دي وان روك اي ايت بيشارك في الوسط كسرهم اخد منه الفيل الوزير مشي بيشب بي فور مش عايزه ينشط الحصان ده بشكل طبيعي ولو الحصان ده مشي كده هينزل سبعة واخد بالك برضو صاحبنا بيت طويل اي فور امشي بعدين اي فايف يمكن البيدئ ده لو تسمح لي ادفعه لحد هنا وانت فوت مثلا يعمل مصيادة متات واخد بالك نايت سي فور نايت سي فايف رخ على الفايل بصان يرجع مرضاش يكسر مرضاش يكسر لان هو حتى لو كسر فبعد الانجين بيوري تفوق واحد في هذا الشكل او واحد وسبعة من عشرة كمان بعد نايت دي سيكس وكوين جي ثري ضغط قوي هنا او كي ولكن مش شايفها مصيبة يعني هو حتى لما مشي كده فيه تفوق واحد وثمانية من عشرة بالفعل يعني فالتكسير ما كانش وحش ابدا اف فور بدأ ياخد مساحة ويدايق الحصان ده الحصان ده لو مش ياخد بالك سيتم السمح للرخ بالنزول الى الصف السابع وين دي سافن اف ثري اصلي كان ناوي يعمل زيارة سخيفة منعه امشي الحصان ده لو سمحت ما تعودش تتنطط هنا ولا هنا ولا تضغط في الوسط يلا خلع الحصان واخيرا جاه بوزيره يبدو كأنها النقلة المنطقية اللي جاية تحتل الوسط ولكن ده فيه كش وفي بدأ بيقع يقول الانجين ان الكش دي قوية وبعد ما تستخبق بنزل هنا وبحاول ان انا اكسر اللرخاخ ومعاه تفوق اربعة للابيض اي سيكس لو تلعبت مثلا نتلعب عليها جي ثري وفيه تفوق حاسم للابيض هنا بعد سي فايف مثلا روك اي ايت تعال انكسر روك تيكس كوين تيكس وحصان في بيدا تفوق خمسة اوكي ولذلك صاحبنا ستاين لم يذهب الى هذا التفريع اطلاقا وانما لعب فايف وعليها كينج بي 2 خلاص ما عدتش تدخل بي سيكس فوت انا جاي يلعب الفكرة دي واحد يقول لي طب انا ممكن اعمل كده او البيضاء لا يعمل انت قاعد بتفرق فمربعات ما ينفعش اوكي روك اف ايت وهنا كوين اف ثري يمكن يحاول يتحرك بالحصان هنا واللي هنا في اللحظة المناسبة ويدغط على البيضاء ده حتى الان ده مش متاح سي سيكس تلعبت وهنا نايت اي فايف كانت بلندر سيئ جدا من عبده ساتارو ليه لان كان عنده فكرة اختراق تخيل انك يسمح ليك بالاختراق وانك تنزل سبعة بالرخ او بالوزير البيضاء ده هيبقى اسطوري اعملها ازاي جي فور طب يا عم هيطنشني مش هيكل هيعمل كده جي فايف مش يسا بتقول اختراق وعيتفتح الدنيا اصبر علي بس نقول مثلا ان هو هيرجع كده ايتش فور ياكل ايتش او بي لا مش هنا اكيد هنا وكمان شوية هتاخد هنا طبعا لو كانت كده صباح الفل يعني انا باكل هنا تاني وعايز اديك متات ممكن اكل هنا في هنا وبعدين اكل هنا انت خلاص اختراقت الصف السابع عبدالستاروف missed the chance وضحى بالحصان الجامد بتاعه اوكي اكل بالرخ واحتل الفايل يعني الشطرنج بتاع عبدالستاروف ده شطرنج يعني قوي جدا اللي هو جلاسيكي قوي انا احتلت الفايل خطت فوق محدش يقدر يلومني عليه واخد البيضاء دلوقتي وبدأ يفتح الموقف وهنا صاحبنا عمل مصيبة تصر واكل البيضاء يدفع البيضاء خلاص في ثلاث بيضاء بيجرم انت مش لاحق يعني حتى الدوات لو عملت كده لا انا باكل وحاسب هتجيب وزير هاكله مشي دفع البيضاء ازاي جدعت ممكن يعمل كده انا كمان بدفع هنا بس انا كمان بدفع البيضاء لو انت حتى اجيبته وزير فانا بجيب وزيره وبدك متات الاول انت معندك شوالة كش واو مدفع داشر الانجين بيقولي ويفوز عبدالستاروف ضد استيين رايح جاي اتنين صفر ويتصدر مجموعته ماينفعش اي لقاء يكون في نيبومنشي ضد ويسلي سو حتى لو اللقاء ده طويل وعريض ومتعب بس معلش ممتع بيدق ملك نيبومنشي قرر يحط بيدق في الوسط المطشي الجاي في حاجة حلوة مش بقولك كده عشان تستنى معايا في حاجة حلوة بجد اللي هيلعب المطشي الجاي وده هيبقى اخر المطشي في التوطير لو انت موجود لحد دلوقتي بشكرك شكرا جزيلا بيدق في الوسط وبيدق في الوسط وكأنه بيلعب السنتر كاونتر لكن زي الشطنانج الطبيعي لما بيطلع قطعة من القطع التقيلة بدري بتعرض نفسها للتحرش بهذا الشكل هات بقى القطع دي خليني انتشر على حسابك ولسه تشوف طلع تاني يطلبه مش انت طلعت بالرخ استحمل عشان عاوز يسحب وبدأ يطلع الحسام خلص كسر فيل في فيل ويبدو كأن بيت بسرعة وانتشر سريعا واخد سيمي اوبن فايل وضغط على هذا البيدق ايج فايف كمان بدأ يلعب على الفيل نايت سي ثري هات الرخ شوف كام تيمبو اتخذ على الرخ دي و اي فور اي فايف شفناها في مباراة عبدالستار ايج فور والفيل رجع وهنا اخيرا مستر نبومنشي يخرج عن المألوف ويلعب روك اي وان مش لازم يكون تقليدي ويجيب الرخ هنا وبعدين يجيب الرخ دي مكان الرخ التانية بالتبيت الطويل لا لعب طبيعي نايت اف فور كنت متوقع انه هيعمل كده بس لو عمل حاجة زي دي خد بالك الحصان هيخش في نص الرقعة وفيش حاجة مش هافي افتح فايل انما افتح فايل ازاي اكثر ولما البادئ تتعوج ابقى ادفع البيداء ده يا سلام دي الطريقة اللي من خلالها هاعرف افتح فايلات على ملك الاسود اني خلقت هوك كونت هوك يعني خطاف على الرقعة اقدر افتح بيه فايلات يا سلام اكل ومعندوش مانع خد انت لو كانت كده بادئ مش هطبوز ولا حاجة لاني بديك كيش وباكل بالوزير لكن مش ده اللي هيحصل في المباراة اللي حصل في المباراة وبعد ما اداله الكيش اكل بالبيداء وده خلى صاحبنا ويسلي سو يستغل ذلك تكتيكيا اداله الكيش اضطر ياكل والحصان ده وقع الشكل مازال صفار بس دلوقتي صاحبنا نبومنشي ناتاش بايدا بعد البيداء صاحبنا معه 1 2 3 4 5 يعني فيه فرق بدائين ولكن الانجين من دي الشكل ده اصفار ازاي جدع؟ والانجين يزعم ان هذا الشكل اصفار تقريبا يقعد بقى يديله كيش كيش ويتعدل ولكن يلعب على مكسب في هذا الشكل ويعمل مصيبة روك تيكس دي ثري هذا سمح ناوي يدي كيش يعني دلوقتي طنش مثلا كيش يستخبه كيش يأكل كيش مات وبالتالي انت لازم تنع الكيش دي دي منفعش بديه طبعا يعني منفعش تلعب كده عشان هتدي ماتفه واحد فيازم ترجع ده اجباري اسمح لي بقى اخد مساحة في الوسط اكسر مفيش منع معاه بادئ وهات البيدق ده كمان لا منع اطلاقا خد بالك انه عنده البيدق ده ياخده لكنه بيدور على البيدق الاكثر اهمية ده ده اللي خانقني وعمل لي متات في الصف الخلفي مارداش يديهوله وبعدين لف على هذه البيدق والموقف هيبقى يعني كوميدي جدا خلاص ثلاث بيادق بيجروا قصاد بيدق واحد جاه يوقف في الوش بتاع البيدق ومعات شينفع تعمل حاجة الانجين هنا بيقول بعد النقلة دي انت عايز ايه انت حتى لو جبته وزير دلوقتي وهو اكل وانا اكلت البدائين دول بيكسبه ويفوز مستر نبومنشي مستر نبومنشي نتش بدائين ورجع منهم صاحبنا ويسلي سو واحد بيدق واحد لكن التهديدات اللي كانت على الملك بالمتات خلت الوضع سيء ودخلنا نهايات كان نبومنشي افضل فيها جديد بالذكر ان هما لعبوا مباراة اولى وويسلي سو هو اللي كسب فالجولة دي خلصت بالتعادل بينهما اوكي يعني واحد واحد في الجولة التالتة واخيرا تعالوا نشوف ماجنس كارلسون عمليه مع الحزين ماثيس بلوبوم طبعا الجولة رقم اثنين كان فيها ماجنس كارلسون ضدنا كامورة وانا جبتها ولو ما شفتهاش لازم تروح تشوفها حصل حاجات عجيبة لم يكن هذا ماجنس كارلسون الذي نعرفه اف فور بصوا الانجين بيقولي هنا الانجين بيقولي هنا بدأ ملك احسن نقلة وبدأ وزير تاني نقلة ونايت اف ثري تالت نقلة ماجنس يلعب ايه اف فور اصلا هما بيبصوا خبالك على الانجين قبل ما يطلعهم ماجنس بيختار النقلة اللي حتى مش مترشحة من الانجين علشان ما يكونش القسم محضر لها اي حاجة بيحاول يطلعوا بدري بدري من اي حاجة ويختار شكل صلد عايز يعمل كماشة على هذا المربع حتى لعب النقلة دي عشان يطلع القطع بتاعته وراها وانتشر بهذا الشكل اف فايف دلوقتي اخد البوند ديك اكل اكل بالحصان بدور على ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده امتياز فلين تبيض طويل يا عم عايز تاخد امتياز الفلين خده مش دلوقتي بدام الحصان واقف هنا ويدعم هذه النقلات سيدني لو سمحت اعمل كده شكرا يا ابني انا كنت بقول انا عايز امتياز الفلين دي توني من نفسك كتر خيرك اوكي ما زال الشكل صفار على الانجن بايداوي الملك مشي ايج فايف وهو دي فكرة ماجنس اصلا انا هاخد مساحة على جناح واريني هتتعامل ازاي مع هذا التفوق في المساحة واريني انت فاهم شطرنجة قد ايه كينج اي سافن واخد بالك ان البدأ ده لو اتنتش ماجنس بيخش كده في زخنه فضيع ممكن ما يعرفش يطلع منه يعني لو انت كلت كده مثلا كوين اف سيكس والوزير بيروح واخد بالك لو انت كز渡 كده مثلا فاكوين اف سيكس وبرده الوزير بيروح فما المستنش فاهمش تاكل البيدة كما ما جانس ماكلش البيدة سوف نماغه نايت سيسكس, كوين اي سيفن بيشب حامل السجن المطلوب يا اي فايف طبعا ماجنس بيقول هو اللي بنعمله في الناس هيتعامل فينا ولا ايه رجل بيلعبلي الحاجات اللي انا بلعبها لأ ما يصحش واخد بيدأ في الوسط منطقية جدا وممتازة ورايح على الفيل التاني كمان ويبقى عنده فلين وصاب خصانين وبالك ماجنس ببايتش حتى الان ودلوقتي بايت طويل عايزة تتخيل قد ايه؟ قد ايه دي كانت مفاجأة بالنسبة الماثيس بلوبوم دي مفاجأة يعني غير سرة لان في ايه الملك هو ده مش مبيت ودهش بيت طويل لا ده طلع مش مبيت طويل وبيعرف يسافر ويروح الرؤى على الجنب التاني تخيل تخيل يا مؤمن حسب يالله ونعمل وكيد خلاص انا حنتش البدأ ده واللي يحصل يحصل ماجنس قال له لقد وقعنا في الفخ بي ثري انا عايزك ترجع حاول ترجع وتروح طب يا عم انا هرجع بهذه الطريقة شكرا لانا فتحت الفايلات على ملكك انت متقيل يمان وبالتالي صاحبنا دفع البيت ده ظنا منه انه ممكن يرقيه ولكن ماجنس بمنتهى الهدوء ام لعب روك اف اي وان و روك اي تو والوزير اتزنى الدقيق في ثانية واحدة يا اخوانا المطش كان عادي خالص والجو هس هس وانا وانت اوب تبييض قصير ومرة واحدة راجل ام ناتش البيت ده وبعد نقلتين ثلاثة لقى وزيره بيتحبس راجل نزل من الف الحمسمية ل الف وتلتمية يعفهم مع احترامي ال الف وتلتمية طبعا بس ده اللي حصل دلوقت وزيره تحبس هب على طول شكرا وماجنس عرايق خالص هيقدر يترجم الادفانتج لا ماجنس مش زي مش زي دودا ماجنس لو خد تفوق بيمسك فيه بقدي واسنانه دودا اتضحى له وزير تضحية عبانة جدا ومعرفش يكمل ابقوا شوفوا المطشق بينه وبين مامد يارو لو نسيت احط لكم اللينك فكروني في التعليقات اي تو هات الحصان اللي حامل بيدق ده وهات البيدق ده وانتهت القصة تفوق 5 وزير كامل اصاد رخ وانتهت القصة ماجنس كارلسن كسب صاحبنا رايح جاي فيدو سيف وناكامورا تعادل رايح جاي ناكامورا وماجنس كارلسن متصدرين الجروب بتاعهم عبدالستاروف ونيبومنشي متصدرين الجروب بتاعهم اشوفك في الجودة الرابعة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة